دعى مجلس محافظة الأنبار إلى الإسراع باستعادة مناطق المحافظة الغربية من سيطرة داعش وتهيئة بيئة آمنة لدخول شركة الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأنبار وقال عضو المجلس فهد الراشد إن تحسن الوضع الاقتصادي في المحافظة مرهون بتحسن الوضع الأمني والسياسي في المحافظة مبينا أنه من غير الممكن أن يخاطر أحد بماله وهناك مناطق مثل عانا وراوة والقائم في الأنبار ما زالت تحت سيطرة داعش